موسيقى 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 اشتركوا في القناة لجاني الحجز وزبتك بالطريق خلال يومين لذلك لا تجبرني طلبة الدنيا فوق رأسك اسمع فكر وفكر منيح وبعدين تعطيني قراراً بابا 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 يا بابا ها ها ليش لا يمون بالسالون بابا؟ يا بابا ايه يا بابا مو معقول هالحالة؟ لا عم تأكل ولا عم تشرب ولا عم تحكي ماء متل الاول؟ شو القصة؟ تركيني بحالي بابا بعدين بخبرك بعدين هلا ببدي اعرف بابا بعدين بحقيلك الله يرضى عليك تركيني بحالي راح اعمل لك فنجان اخوي مشان تصحصح وتحكيلي لا بابدي اخوي السر موضوع ابراهيم بدنا نقجله شوي نقجله؟ ايه شو اللي عم يصير؟ اما راح دخشيني؟ من اعجيه دو بس؟ اوان اتابا اتابا وهي الوراء يا سيدي أكيد عليها بصماته أكيد ورقة ورقة أساساً ما شك بشي لأنه الوراء بيضة يعطيك العافي تفضل مع السلامة ماشي خاطر كون الله معك وهلا ماشي لنشوف هلا هيك صار كل شي تمام السلام كله تمام بكرة مندخل المناقصة وبعد بكرة منسحبها وبتكون بالشرطة خاطير يا أبو ماجد خاطير ها 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 اشتركوا في القناة ها تشوف شو أخبار المشاريعنا صغيرة المشاريعنا صغيرة ممتازة جدا وعم تطلع أرباحها بالنسبة بالنسبة أي شك من تفاصيل بدون تفاصيل قل لي كيف شفت اللي سامية ما فهمت يعني كيف أحوالها بلشت ترتاح للشغل الحية لا يا أستاذ فعيز الأنسة سامية مولا شغل ناول ما فهمت يعني دايما ضايجة محتارة قلقة طيب عطلية حاضر وليد نعم بعثت لي عادل كمان عادل ايه عادل أبن عمي شو نسيت لا لا أستاذ ما نسيت بس عم استغرب انك تستدعيه هو والآنسة سامية سوا وشو وجه الغرابة ما بعرف ما زر بتتماي أنا آسف وليد وليد شو للصال هي أول مرة بعم بفهمك ممكن يا أستاذ نحن تنين مو واحد سامية خلي عادل يوصلك على البيت ليش بقى ولا شي أنا مشغول شوي بعدين بتتسلوا عالطريق فايز أنا معم مدور على العريس وبعدين لسه ما عناست وحتى لو عناست بترجاك لاتعاملني بهالطريقة اترك لي هذا الجزء من حياتي سامية أرجوكي ما تفهميني هرط ادخل مول إستاذ فايز أبو آسحي سيد قللك تجيبني المراقصات الجديدة على العين يا أخي أنا متأكد من شي واحد إنك بتحبها وإنه لابد ما يجي يوم وترجع لها يا أستاذ محسن بتهيالي إني ما عرفت سامي أبدا معقول كانت إنساني حلوة الروح والنفس ولما تغيرت فجأة حسيت إني كنت مخدوع أو إني كنت عم غش حالي فيها يبدو أنا ما عرفت أبدا أو إني عرفت من خلال الصورة رسمت أنا بخيالي ولبست لسامي الحقي إنت عم تبارغ كثير سامي كان معدنها طيب لكن الظروف الجديدة اللي استجدت غيرتها والمصاري والثروة اللي لقت بين يديها خلتها تغير والغول أي غول فايز الغنام اللي فاتح تمه لكل شي الغول هي أحسن صفة لهذا الرجل لا مبين عليه كثير تعبان أفضل شي روح رتعه فعلا يا أستاذ محسن أنا لازم روح بس مشان مشان أمزج هاي الألوان اللي براسي أنا سنعكي احسن صفة بت Belé. بك كبير نزول موسيقى ماذا؟ تمنوني أمحة ولا شعيري؟ يعني شو رأيك أنت مسلاك؟ أنا شايفي أمحة ألف مبروك أبو حميد إيها هيك فرحونا ليلي ماما كيفك أنت وأخوك فايز؟ شو كيفنا يا مو؟ الساطة على حطة إيدك الحمد للعاد سلامي الله يسلمك حبيبتي مدام في واحد إجا وسأل عنك قال عاوزك كثير شو اسمه؟ قال اسمه نعيم نعيم؟ شو قال بده؟ ما قال شي بس قال رح يرجع اتباضل هاي الأضابير اللي يتوقف في كل المشروعات ما نشاء الله رب العالمين تنظيم ولاحن من هيك بس ما ممكن تخفي اللي بدك إياه وتعطيني اللي بدك إياه أبو سليم أرجوك؟ شو هذا الكلام اللي عم تقوله علمي؟ يا أخي حبي واحترامي إلك هن بس اللي عم يخلوني يتفعلك أي شي بتطلبه لكن لا أنت جلاد ولا بيدك سيف وحبي واحترامي إلك ما بيتعاوك أبدا أنك تهيني أنا ما عم بهينك أنا بحكي وقائي عم بتقلي عن مشاريع بأماكن وأراضي بأماكن لما بسأل ما بلاقي شي باسم المؤسسة وليش لا تكون باسمي مؤسسة؟ نحن نشتري أراضي ونحط بأسماء ناس تانين ولما بدنا قروض من البنوك منحط بأسماء مؤسسة هي سياسة عمل يا أبو سليم وأنا مو مطالب أن يقدم تقرير لكل الكون بسياستي هي أنا جزء من هالمؤسسة يا أستاذ وليد وأنا اللي جبتك نعم نعم أنت جبتني نعم يا أبو سليم كتر خيرك جبتني مشغلتني هون ولما جبتني مشغلتني عند هذا الرجل طلبتني بقيني يكون أمين له ولما هذا الرجل بقيني ما بدي أي إنسان بالعالم يعرف أسرار شغلي فلازم طيعه وهو بس اللي بيقولك عن أي شي بده يا لازم أعرف كل شي عم بيدور هون ولو كتشفت أنك بتشتغلوا بنفس الطريقة اللي بتشتغلوا فيها بها نعيم يعوينكم مني بنتي يا فايز بنتي أنا غيرها بالدنيا وهي مال أسند بالدنيا غيري استرهين الله يستروا حري ماتي أنا رقلت بحاك وأنا أجربت بحضرتيك سابحتيني ووعدتيني وعدوني تخليه يحل عني أنت وعدتيني يحمل اللي بديه معي مع لي شي ما عندي مالي هذا حقه بس يبدع عن ابنتي ابنتي لا يحملي اللي بديه معي بس بنتي لا 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 حول ولا قوة إلا بالله ماشي الحال أنا رح أحكي معه إن شاء الله ما بيصير إلاك الخير كنت خيري آتي لبوسي استغفر الله هننزل نقول الله معك مع السلامة يا أمي هذا ابنك مو شايف حدا بيعينه نهائيا فضل يا هلمسكين لو في حدا بيهديني كله بس بيعرف فايل شو بده يا شو أصلا بيعرف شو بده بس يا أمي هذا حرام هذا تشفي وقتل يا أمي تشفي وقتل هيك عم نقتل حالنا ونقتل ضميرنا هذا أخي اللي عم يعمل بالناس هيك هذا ابنك اللي عم يطالعنا من دمنا بس بس بدك تطاقني انتي تركني وروح تركني تاخده قلتلكم مئة مرة لاحد يتدخل بشغلي هذا عشغلي أنا يا ابني أنا ما عم بتدخل بشغلها أنا عم حاقيق بشأن الإنساني بسكين بسكين؟ هذا بسكين هاد إذا أنت نسيت الزل اللي دوأنا ياه أنا منسيته ولا راح أنساه أبدا أرجوكم أرجوكم لا حدا يحكي معي من شانه بك يا أخي إذا كان هو ظالم ما بيصير أنت تكون مثل ظالم أنتي لا تتدخل أبدا لا بنت يتدخل لأنه أي شيء سلبي بتعمله هم بيأسر علينا كلياتنا سلبي شو يعني سلبي؟ هذا شيء روط أنا أقل منه شيء يا أمي لك شب أنا؟ وين العيب؟ لك يا أبني ما في عيب أصدقت عليك الدنيا كلها ما لقيت غير بنته حرام عليك بها هاي البنت عشبتني وبدّي إيها إن قال إيه وإن قال لا وإذا هي رفضتني ما إلي عنده شيء إطلاقا نيح هيك ارتكتي هاي بشلون بدأ تقبالك وإنت عم تبهدل أبوها تبهدل أبوها أبوها هذا واحد تجال مبكبك بس أنا اللي بدي أعرف إتعامل معه بصدقيني رح تجي هي لعندي وعلى ركبة يا أبني يا حبيبي الزواج حب وتفاهم إنسانية هادون الناس ما بيجوا غير هيك حرام عليك لك ابني حرام أمي الله يرضى عليك يتركيني هالموضوع عليك ما نزليك بشون شوي هلا يلا خاطر هاي بشون شوي 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 هاي بش سأبضل أستاذ نعيم رح أبدأ الكلام بدون مقدمات أنا سبق وطلبت منك أنك ما تروح أبداً على بيتي والدايق أمي وإسرتي بموضوعنا ومع هات رحت وحكيت وداياتنا ليش أنت تركت لي أي خيار تاني؟ ماشي الحال أنا ما رح أحاسبك هلأ على التصرف بدي أحكي بموضوعنا اللي هو موضوع اللي أسل خير أسل نور نعم بابا في شيء لا بابا جاي أسألكم إذا بدكم أعملكم شيء عافي داعي أنا مستعجل شوي عن إذنكم إذنك معي بالنسبة لموضوعنا أنا ما بدي يغصب حدا بس أنت يكون مطرحي وحكوم أنا إلي معك مصاري وإنتي مو قادر توفيني ياه صح؟ هو يعني بالحقيقة الحقيقة أكيد صح بقى أنا ما حق أتخلى عن مصاري وبنفس الوقت ما بدي أعمل شوشرة فاضية أنا طلبت إيد بنتك على سنة الله ورسوله إذا بيصير نصيب بيصير عندي سبب لا أتركك راح تصير عمي يا أبو مرت بس البنت ما بديك ماشي ماشي إذا البنت قالت إنه ما بدي يأني أنا راح أسكت قلتلك في جماعة حاكين عليها وهي موافقة أسألها قدامك حتى تصدق؟ لا لا مو هيك لك أنت كيف خلينا بالأول نمشي بالموضوع بشكل طبيعي شلون يعني؟ يعني نجي أنا وإختي ونسهر عندكم زهرة عادية ومن خلال إختي راح تتعرف على وضعتي وبعد كام يوم نسألها رأيها وإذا ما وافقت أكد لك أني مرة حافتح الموضوع معك مرة تانية أبدا وإذا وافقت؟ بتكون وافقت ومش الحال طيب إذا وافقت شو بدي يصير بموضوع المصاري؟ ساعتها لكل حادثين حديث أنا أذنك شرفي يسلموها ليدين أكيد في شي وراء أسرارك أنك تجيبني لهون مع أنه كان بالإمكان نحكي بالشركة شوفي لأني بحب هالمكان كثير بعدين في موضوع مهم تيحكي معي كفير إزاي هيك معك حاب خير أنا حاطت عيني على صبية حلوة ظريفة كتير حلو كتير معناها عشقان شوفي سامية هالموضوع ما بيتحمل مسح ابنه ومين قالك عن بمزح يا سيد أبو الفوز؟ طيب قل لي شو المطلوب مني بالضبط؟ شوفي يستي المسا بدنا نروح أنا وإياكي لعندهم بدي إياكي تحكي معه وتشرحي له وضعي وتجسي لنا الله حاضر وغيره بس هي بس هي؟ ألف خدمة مثل هالخدمة أبو الفوز طيب اتفقنا إذن؟ اتفقنا المسا بيجي بأخديك من البيت وبروح لعند الجماعة ماشي شرفي شرفي تشتعل في دمي الكلمات صورا تلحه وأكاد ألمس المكان الذي ينتظر قدومي الحار وأرى ماذا يخبئ لي غدي الآتي من غليان مبدع كامل في أنحاء روحي سأدق أبواب الكتابة حتى تتفتح لي على مصارعها مرحبة بي ومعلنة ولادة كاتب جديد لؤي عمار شركة الراضح راضح و الأ quote بции رح انجع بقيspace مجأة الشاق ення الروائي الكبير والله أهل الع τον وار رح يبدأ مشم و أمشم أكبر وامشي الحب جزء عن موجاح فيksi ف εδώ ما هيك رح لذلك انت طيبة و بسيطة مو سهل ما تنسى أبداً احنا بسهل يا شرف تفضل بسهل خير سهل نور احنا بسهل خير سهل خير احنا بسهل جينام بابا مرحبا أهليك سهليك اتفضلوا بتاعا بنتي جينام شرفة استاذ فايز أخته الأنسي سامية احنا بسهل حقيقة أنا بعرف الاستاذ فايز بس ما توقعت يكون عنده أخت زريفة هيك ليش ما بستاهلة هلأ شو رأيكم تفوتوا لجوة منشان تتعرفوا على معاتكم قول بدك يا أنا نحضر العشاء فرد مرة ههههههههههههههههههة فضالي تسامية انا قلت لأختي تحكي معه ماشي الحال بس في شي واحد بابدي بنتي تعرفه ماضيك مواك طمّن أنا كمان ما بدي حدا يعرف ماضية الماضي اللي صنعت لي يا السيد نعيب ما في داعي للحكي إلا العموم رح يكون الحكي على قد اللي رح يصير وإذا أسرت عليها لترفض متل ما حرمتني إختار أيام زمان رح يصير بيناتنا حديث ما تعبوا أبدا صدقني أنا ما عاكيت إلا شي بس كمان ما مريد تعرف أي شي عن اللي نصير بيناتنا أيام زمان طيب ليش غاب كن هالمدة؟ وين؟ ما بعرف التفاصيل لأنه ما حكى عنا بنوم تسمحيلي ساعتين؟ يا ستي هو طوّل لشان يجيب مصاري بيقدر يعمل لي بده يا وأنا كمان عندي أخوي واحد بألمانيا وواحد بسويسيا وأختي بالإمارات بس ما عادي راسلونا أبدا وأخي فايز كمان بقيت إخبار وغايبة عنا عشرين سنة حتى لا سمح الله فكرنا أنه مات لا سمح الله هيا 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 على كل حال أنا أحب أقول لك أن أخي فايز جايل عندكم اليوم مشانك إنتي؟ مشاني أنا؟ ايه؟ يعني هو لسا للا ما نزوج وعام يفكر فيك كزوجي الحقيقة مو عرفة عن شو بتي قللك قولي وبصراحة نحنا بنات ونفهم على بعض مضبوط ولهيك رح أحكي لك بس أرجوك ما تزعلي مني أكيد الحقيقة أنا مرتبطة بشاب تقدم لخطبتي من الفترة بس بابا ما وافق لأن أمكانياته ضعيفة ومن فترة أبي وافق فجأة بسبعتين رجعوا وقالي نأجل الموضوع أكيد لأن أخوكي فايز حكى من شاني الحقيقة أنا عم نستنى أي فرصة لحتى بابا يوافق فهمت؟ فهمت؟ بس ولا يهمك ما صار شيء أنا رح أحكي مع أخي فايز وأكيد رح يتفهم الوضع بس ما يكون هذا الموضوع سبب أنه تتوقف علاقتنا صحيح أنا اليوم تعرفت عليكي بس فعلا أنا حابة نكون أصدقاء تعرفين؟ كنت رح أقول نفس الكلام بك خلينا نكمل عشان ينا شوفي يا خالتي مفايز أنا آسفة قلتلك خالتي بس لأنك خليتيني حس من وقت ما أجيت لعدكم أنك مثل أمي واعز يا بنتي خير يا خالتي شبكي تقطع قلبي عليكي وأنا شايفتك بالدايق آه راح أمري كله وأنا عم ربي بولادي وهلأ عم شوفهم عم يفلتهم من بين يدي بس لوين ما بعرض بس يا خالتي ولادك صاروا كبار وهن اللي لازم يفكروا فيكي هي أنا لا عندي أم تساعدني ولا تقلق أم شاني بالعكس أنا أم لأخواتي وأنا المسؤولة عندي رازتهم وعن حياتهم وما قبلت اتزوج مشاني خلاص بس يا حبيبتي زودت لي لي هم فو أمي خلاص الله يساعدك ويعينك بابا جينان السيد فايز كان جاي مشان مشان يخطبني قالت لي أخده طيب شولا بابا أنا مو موافا ايش يا رطيف شو كنت خايفتوها في ليش؟ ما في شي ما في شي بابا شو في بينك وبين هالشخص؟ بابا قلتلك ما في شي بعدين خلاصنا منه بابا شو مشان إبراهيم قل له يبعت أهله ولا لساتك مو موافق يا بابا مشان إبراهيم بدي تأجليلي الموضوع شوي بس لبي ما نخبر فايز إنه ما بدنا ياه هم؟ وبعدين إن شاء الله بصير خير هل أنت نسيانا إنه بكرا في عنا في أبا كير بدنا نطلع على المطار؟ بابا لازم نطلع قبل بوقت أولا من شان موافق الطيارة ثانيا من شان أمي يكتر تعبر رحلي من هولا المطار الله يا عافية خلينا ياها يا رب ألا هي قالتلك هيك؟ إيه؟ بس ولا يهمك أخي فايز في ألف بنت بتتمنىك شو باب؟ ولش بس مستغرب معقولة أخي فايز بيظهر إنه البنت مرتبطة شو بدنا فيها؟ ليش أنا قلتشي؟ أنسي الموضوع ولا تفكري فيه فكرت إنك دايعت أو زال خلص أخي فايز البنت مرتبطة وكل شي بها الدنيا نصيب لا تفكري بالموضوع وتوجهي راسك صباح وخير أهلين عمو نايف صباح يوم كيف هيك أنا بتلسامي؟ الحمد لله كيف هي جينا؟ الحمد لله بتسلم عليك تفضل الرتاح لأطلب لك كهوة لا شكرا أنا جاي نشوف الأستاذ فايز إزا موكيه الأستاذ فايز مو موكيه نستنى؟ لا ما راح يرجع بس أنا شفت سيارته تحت إيه؟ سيارته تحت بس هو فوق ببلودان إزا نزل من فوق من البودان ومصود إزا إيجا اليوم لهم خليه تصل فيه عبزه فايل شكرا أهلي ليش عار تكذب عن رجاله فايز بمكتبه؟ هي أوامر الاستاذ فايز مو معاول؟ وليش فايز لا يكذب؟ هذا مو كذب يا أناسة سامية هي طبيعة بيزلس، شغلي وهي أوامر الاستاذ فايز مو من عمدي شكرا أستاذ فايز أهلي أهلي سيدنا عيم إجا فتو يشوفك صرفته، قلت له أنك مالك هون تعطيك العاف مالو؟ لأني سيجينان مو هيك؟ أنا فايز الغنام يا أهلا يا أهلا لا لا لا، ما بدي يحكي مع أبوكي، بدي يحكي معك أنت فيه أمور مهمة كتير نحكي فيها سوا صدقيني، وبتخصك وبتخص أبوكي يا أناسة جينان، الموضوع من شانك ومن شان أبوكي صدقيني لذلك لازم شوفك عندي هون برمتة ومدام إنك ما بتحب هذا النوع عن الشغل ولا بتحترموه، ليش عم تشغل فيه؟ ما باري، يمكن لأني مملائي شغل تاني هلا قلت إنه في كتير من المكاتب حبة شغلك مكاتب كل المكاتب متل بعضها، نفس الطرق، نفس الأخلاق، ونفس الأرباح وليش ما شغلت بزيعتك؟ ما عندك أرض؟ فيه، تشرف صغيرة، كان بالدرس مالة كبير تانيا ما بحب أرجع على ضيعتي طيب ليش؟ قصة طويلة كتير طويلة ومؤلمة، ما بقدر أحكيها هلا مرحبا يا جماعة أهلين عادي؟ لو سهلة سيد عادي، بخير؟ ولا شي، خلصت شغل قلت بمر بسلم على سامي أهلا وسهلا، تفضل قاعد لنطلب لك أحوي إي إذا ممكن؟ لا أستاذ فايز، تكلفك بمشروع جديد مشروع شوها؟ ما بعرف مشروع شوها، سألوا بتعرف طيب عن إذنك سلامة ليش هيك عملت؟ أستاذ وليد؟ إنت غيورشي؟ شوها؟ شوها الكلام اللي عم تحكيه؟ على إيه؟ على إيهش بدي غار أنا؟ مناش الرقار رح تطلع الرواية بعد كم يوم؟ وكيف ممكن تطلع؟ ولسه فصولة ما خلصت لهلا؟ هذا الجزء الأول جزء الأول؟ جزء الأول؟ يعني فيه أجزاء تاني، وشو رأيك بالشخصيات لحد دلق؟ أنا مالي رأي، أنا كتبت الشخصيات، وتركتها تتحرك بحرية باتجاه قدرها أحمد هذا الواقع ومتغيراته وتطورات الفرد فيه وانقلاباته على نفسه، أكبر مني ومن إمكانيتي على التحليل يعني بهيك حالة، أنت ضليت متفرج؟ مو بالضبط، أنا عم بتأثر، وتأثيري عم ينتقل تقريبا مع كتابتي يا سلام يا أبو أحمد، المرحلة هي أغنى مراحل حياتي من وقت اللي قررت أرصد بحيادية، وأنا عم شوف الناس والدنيا بطريقة مختلفة على اللي كنت عايشها قبل كنت عم أقرأ كتب، فضلت الشخصيات عندي سواء الأبطال أو الناس العاديين، عبارة عليك ليش سابت براسي، أما الواقع فشيء مختلف شايفك راح تصير فيلسوف؟ أبداً أبو أحمد، بس أنا مدهوش به النتيجة هي وش لون طالع أنا معاك؟ ما بعرف، بس راح ضل أرصدك متل غيرك، ولهلأ عم تتحرك بغمامية غمامية؟ المهم، سامي عملت شي جديد؟ سامي مسكينة، شفان عليّ كتير لا يا أحمد، ما في داعي لإحساسك هاد لأنه سامي عم تشكل علامة داخلي طمني، شو أخبار لوالدي؟ الله يا عينا، ما عرفاني شو بده تعمل، تتحمل سلوكيات فايز ولا تواجه؟ هاي هي الشخصية اللي محيريتني جداً، شخصية إلى قوانينه ومفاهيمه وتربيته وعالمه اللي تحددت من زمان وفجأةً، إجا ابنه ليفاجأ عشرين سنة من الشوء والحب والحنين، وجاب معه مفاهيم صائقة بالنسبة إلى، يا ترى، لأم تبدو تضلع عواطفة ضغطة على مفاهيمه؟ هلا تركني من أسئلتك وتحقيقاتك خلينا نمشي وين أمت لسه ما شربتنا شي؟ بده توصل خطيرتي بعد شوي، تروح معيني استقبلها أنا شو بده يحشرني بيناتكم؟ لا، أنت ما في عليك أسرار أمام زحب وحميد، بس كمان أنا لازم راجع المطبعة أقول هيك من أول أنا فعلاً مستغفل هذا الرجل فائز في أشياء كثيرة هي أشيائي أجزائي أنا لدرجة أنه أحياناً كثيرة منفكر بشكل مشترك أنا مثل ما فهمت الدنيا أنه الدنيا هي مجرد صراع مصالح الزكي لازم يربح أكتر الفهلة والشطارة لازم يكل الصدارة وتربح لكن فائز بيحسسني دائماً أنه ممكن يهدم الكون كله بلاش بلاش تماماً بلاش شي غريب أنا خايف عليه كتير يا سامية صدقيني أنا خايف عليه لأنه هو 3-4 وليده وأنا 3-4 فائز وأنا خايف عليه بس لأنه أخي مو لأنه مثلي وأنا مثله ما بعرف شو هازم يصير في بجوات ومطحنة مطحنة هائلة عند تجر شو مطحنة هائلة مطحنة جزيزة مطحنة جزيزة سنوات سنوات نصدقين مطحنة جزيزة رادي مراش يا خالي ماما، منو هاد نعيم؟ شو بعرفك فيه؟ بعرفه، شو في بينه وبين فايز؟ وليش عم بتسألي؟ يا ماما جاوبيني، راسي رحي طوق ما بدي عرف ليش عم بتسألي؟ فايز عم يضغط عليه ومو معقول يضغط عليه بها الطريقة إلا إذا كان في شي بيناتن ومن زمان شدون يعني عم يضغط عليه؟ يا ماما، فايز طلب بنته بالأول كانت البنت رافضته بعدين ما شفتها غير راحة اللي عنده على المكتب وطلعت من عنده هي متضايق أو مزعوجة يعني مر حقيم هالموال من راسه؟ جيناد؟ شوفي؟ ما في الشي بابا، ليش؟ بابا من الظهر ما عم تحكي معي ولا عم تمزحي متل عوايديك، شو لصة؟ ما في الشي مهم، بتعباني شوي بدك شي بابا؟ جيناد؟ بابا إذا مشان إبراهيم، أنا موافق عليه أنا اليوم رحت لعن فايزة على مكتبه مشان قلله ما بدنا ياه، بس ما لقيته بكرة بخبره، بتقدر تقولي لإبراهيم إنه أنا موافق عليه وخليه بعد أهله بابا أنا ما عد بدي إبراهيم شو؟ ما فهمت؟ بابا قلتلك أنا ما عد بدي إبراهيم وليش بقى؟ هيك، أنا فكرت ولاقيت إنه الأستاذ فايز أنسب لي من إبراهيم جيناد؟ شو الحكي؟ بابا متل ما قلتلك أنا موافقة على الأستاذ فايز طيق فهميني ليش خيرتي رأيك؟ ولا شي، أنا فكرت إنه مستقبلي مع الأستاذ فايز، مضمون أكتر جيناد؟ فايز أكبر منك بكتير مو مهم، المهم إنه هو أنسب إلي، هو إلك شو بتقصدي؟ بابا أرجوك تركني بحالي فايز أمي؟ بتعرفي نقصتيني؟ بصال خير؟ بصال خير خير، في شي حتى سهرانة؟ لك يا أبني ما حلنا نقص بقى من نعيم وبنته ما حلك تقيم هالسواد من قلبك بقى؟ أمي، قلتلك هالبنت بدي إياها لك يا أبني ما اختلفنا؟ لك إذا بدك تزل نعيم، لك حرام تجني عليك وعالبنت؟ حرام؟ حرام هاد؟ أمي، أنا ما بدي البنت من شان زل أبوها، بدي إياها لأسباب تانية شو الأسباب؟ خلي ما بقدر بيحكي، بعدين بتعرفي يا سيدي أنا ما بدي أعرف شي، بس برضاية عليك، حل أنا هالزلمة، خلي يعرفي إيش؟ قلتلك هالموضوع انتهى، خلاص، انتهى، اسمحي على خير ثم، الضغة، حل adolesت communist لن أوتهي Möglichkeit قتلك من44 محا Plei المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة